طيب، دلوقتي نروح للصحف العالمية سريعاً ونشوف اتكلمت على إيه بالنسبة للدوريات الأوروبية الكبيرة خلينا نتكلم أهم العنوين في صحافة العالم عن الدوريات الأوروبية نبدأ مع حضراتك بصحف البرتغال تحديداً صحيفة ريكورد الشهيرة اللي نشرت صورة لكريسيانو رونالدو لحظت احتفاله بهدفه الثاني في شباك طبعاً أيلندا وعلقت قائلة رونالدو يسجل رقماً قياسياً من خلال سنائية خارقة للبرتغال بعد ركلة جزاء فاشلة في دقيقة 15 سجل في دقيقة 88 و بلاس 90 في دقيقة 96 رونالدو ليه 111 هدف مع البرتغال كمان نقلت حديث رونالدو بعد المباراة ويعني بيقول أطفال يجبرون ويرون والدهم لا يزال يسجل الأهداف ويقدم عروضاً مميزة ويفوز بالألقاب طيب من البرتغال نروح لأسبانيا تحديداً صحيفة ماركة الأسبانية اللي ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الأسباني أمام منتخب السويد في تصفيات كأس العالم القادمة وكتبت يعني تهاني من أجل كأس العالم يعني بتتكلم على أهمية هذه المباراة كمان اتحدثت الصحيفة عن الرقم القياسي لكريستيانو رونالدو واللي يمكن سجل زي ما بقول لحضراتكم هدفين فيه خلال فوز المنتخب البرتغالي على أيرلندا وكتبت كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للمنتخبات الصحيفة اهتمت كمان بتعاقد أتليتكو مادريد وعودت جريزمان وكتبت أتليتكو مادريد سوبر كما اهتمت كمان بكليام مبابي بعد فشل انتقاله لريال مادريد وكتبت مبابي يشعر بالخيانة من باريس سان جيرمان طيب نروح لأسبانيا نروح لأسبانيا نروح لانجلترا تحديدا جريد الديسان اللي ركزت على اللقاء منتخب انجلترا ومنتخب المجر في تسفيات كأس العالم عشرين اتنين وعشرين طبعا صحيفة ميرور الانجليزية تحدثت عن النجم كمان البرتغالي لحديث في الصحافة غير عن كريستيانو رونالدو وكتبت الصحيفة هو الوقت المناسب لمسافات طويلة اهتمت بخوف انجلترا من عودة الجماهير للملاعب وكتبت انجلترا يعني الخوف من الايام في الملاعب طبعا يعني باجراءات احترازية بشكل ويمكن عودة الملاعب كان شكلها اكتر او جماهير للملاعب وخاصة في الفريمير ليج كان لفعل السحر في الكرة الانجليزية صحيفة فرنسا اللي كيب ركزت على تعادل منتخب فرنسا امام منتخب البوسنة والهرسك واحد واحد طبعا فيه تصفيات كأس العالم عشرين اتين وعشرين وكتبت العودة سفر ده على مستوى طبعا ابطال العالم المتخب الفرنسي والتعادل واحد واحد امام الهرسك والبوسنة فيه تصفيات كأس العالم القادمة صحف ايطاليا كمان تحديدا صحيفة كوريدي ديلي سبورت ركزت على لقاء المنتخب الايطالي مع منتخب بالغارية فيه تصفيات كأس العالم عشرين اتين وعشرين وكتبت ابطال ويمبلي طبعا نتيجة طبعا فوز المنتخب الايطالي بالييرو عشرين وعشرين اهتمت كمان بالرقم القياسي اكيد لكريستيانو رونالدو اللي اصبح الهداف التاريخي للمنتخبات وكتبت كريستيانو رونالدو الى ما لا نهاية ليلة رقم قياسي للبرتغالي لسه في ايطاليا مع توتو سبورت اللي ركزت على اليوفينتوس ومدربه طبعا الاجري اللي بعد بداية متوضعة جدا جدا وكتبت فكر في الامر يعني طبعا فيه اشارة هنا لالاجري المدير الفني لليوفينتوس كمان اهتمت بمنتخب ايطاليا اللي بيستعد زي ما قلت لحضراتكم لمواجهة منتخب بالغارية في تصفيات كاس العالم وكتبت اين كنا ده طبعا كان اخر خبر معنا في الصحف ترجمة نانسي قنقر